إذن لا تتوقف الجهود السياسية الساعية إلى حل حلة أزمة المرتزقة في ليبيا وتفكيك الميليشيات المسلحة بهدف مساعدة البلاد للخروج من عنق زجاجة الأزمات في آخر المساعي كان اجتماع جديد للجنة العسكرية المشتركة 5 زائد 5 في بريطانيا وهو ما أكده اللواء خالد المحجوب مندير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي لافتا إلى أن الاجتماع عقد بمشاركة المبعوث الأممي نيان كوبيتش وعدد من أعضاء البعثة الأممية المحجوب كشف أيضا أن الاجتماع ناقش آلية تفكيك المجموعات والتشكيلات المسلحة التي تعيق عمل المؤسسات وتجمع صلاحها ووضع خطة عملية متكاملة لمعالجة أوضاع الداخل الليبي يأتي ذلك في وقت كشفت فيه مصادر ليبيا ملامح خطة خروج المرتزقة من البلاد والتي تتكون من أربع نقاط أولها سحب القوات الأجنبية إلى نقاط متفق عليها في مدينتين على أن لا تخرج منهما أبدا بعد ذلك في الخطوة الثانية تم استدعاء مراقبين دوليين يدخلون إلى ليبيا بإشراف دولي ويعملون مع مراقبين محلين على تنفيذ الخطة الموضوعة في جينيف والتي تستلزم الإخلاء بشكل تدرجي ومتوازن ومتزامن تضمنت الخطوة الثالثة الشروع من قبل المراقبين في عملية رصد الأعداد الحقيقية للقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وتوثيقها توثيقا صحيحا بعيدا عن التقديرات وفي الخطوة الرابعة والأخيرة يتم ترحيل المرتزقة من ليبيا على شكل دفعات متتالية وفق خريطة زمنية قالت التقديرات أنها ستنتهي بحلول 2023 أوضحت المصادر أن هذه الخطة سيبدأ العمل بها من الشهر المقبل بعد عودة أعضاء اللجنة والتباحث مع كافة الأطراف في ليبيا لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في النهاية في النهاية يعد تفكيك المجموعات المسلحة من أهم الملفات المطروحة أمام لجنة 5 زائد 5 وبعد إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد ترجمة نانسي قنقر